اشتركوا في القناة ولا حتى الحكماء كما يعلم عدد منكم عانيت أكثر من تسع سنوات من أمراض مستعصية أحد هذه الأمراض هو التهاب القولون التقرحي أغير القابل للعلاج وأروي قصتي بالتفصيل مع هذا المرض في كورس شفاء النفس السبيل إلى السعادة الذي ألفته شفيت حينها بفضل الله وأبحاث الغازرف بعد أن عملت على ذأ نفسي حسب منظومة الغازرف علما بأن حينها كنت قد قرأت فقط شيء أربع كتب أو خمس كتب ماكسيوم له لمعرفة تفاصيل الكورس واقتنائه تواصلوا معي عبر الرقم الذي أمامكم على الشاشة عبر الواتساب فإذا كانت أمراضي سببا لإكتشاف لبعض أسبابي هذه الألام وتدهور البصر التي لم أسمع أحدا يتحدث عنها علما بأن هذه الأسباب بديهية جدا عندما كنت مريضا إضافة لكل الألام التي حدثت عنها أكثر من مرة كنت أعاني من ألم في منطقة الكلا وكان الألم يشتد ليلا خلال النوم استشرت أطباء في لبنان وروسيا بهذا الخصوص أجريت فحوصات للكلا في موسكو لكن لم يكتشف أي مرض في الكلا في العام 2004 زرت جدتي والدة أمي التي كانت تعيش في قرية اسمها زولسكا في القوقاس تبعد حوالي 30 كم عن مدينة بيتيغورسك علما بأن أهلي درسوا في مدينة بيتيغورسك وأنا ولدت فيها وعلما أن أمي ولدت في سيبيريا في مدينة تشيلابينسك مدينة بيتيغورسك مع خمس مدن مجاورة لها وهي كيسلابوتسك، يسينتوكيرجلزنفوتسك ومنفودي هي مدن سياحية جميلة جدا هادئة وصغيرة بمعايير روسيا فيها مسحات تعالج بالمياه المعدنية التي تنبع من جوف أرض القوقاس على فكرة كل عام تقريبا يسافر عالم النفس شيرجي لازريف إلى القوقاس للاستجمام وأغلب الأحيان يستجم في مدينة يسينتوكي وهي أصغر هذه المدن وأكثرها هدوءا إذن في العام 2004 زرت جدتي وحتى تعالجت فترة في مدينة جلزنووتسك حاولت جدتي علاجي بالأعشاب اشتكيت لها ذات مرة على الألم في منطقة الكلة الذي كنت معاني منه قالت لي فورا وبلا تردد إنه المصران يعني المع الغوز وليست الكلة سبب الألم هو مرضك التهاب القلون التقرح بالفعل لحظت لاحقا أنه عند تفاقم المرض واشتداد سيلان الدم من المصران كان كذلك يشتد الألم في منطقة الكلة ليلا ليلا خلال النوم كذلك عندما كنت مريضا بدأ بصري بالتدهور واستمر على هذه الحال فترة حتى بعد أن شفيت من التهاب القلون التقرح بفضل مراقبة لذاتي أدركت أن تدهور البصر كان مرتبطا بالتالي بسبب أن كل عضلات جسمي بما فيها الجفنين وشرايين جسمي بما في ذلك شرايين الدماغ والعينين كانت تنكمش بسبب آلام الظهر التي عنيت منها كثيرا وبسبب الآلام في منطقة الكلة خلال النوم بسبب ذلك كان يحصل ضغط قوي على العينين فيسير آلاما في الرأس والعينين الأمر الذي كان يسبب تدهور البصر حتى أنه كانت تنفجر شرايين عيني باستمرار فأستيقظ وفي عيني دم إلا أن أحدا لم يفهم السبب كان الجميع يظنون أني كنت أكل صفقات هوا مثل ما بيقولوا صفقة هوا لا أعرف كيف بيقولوا بلغة أخرى غير اللبنينية بالله جديد أخرى فإذا كان الجميع يظنون أني بيكل صفقة هوا مستمرة إلى أن اكتشفت السبب بنفسي إذن إن كنتم تعانون من آلام في الرأس والعينين خاصة عندما تستيقظون ويتدهور بصركم قد يعود سبب ذلك إلى عدم قدرتكم على الاسترخاء وإلى تشنج عضلات جسمكم خلال النوم وسبب عدم الاسترخاء وتشنج العضلات قد لا يعود فقط إلى الآلام إنما أيضا إلى الوعي المستثار والأحلام السيئة والكوابيس التي تكون غالبا مرتبطة بحالة الوعي المستثار خلال النهار وقبل النوم الوعي المستثار هو الوعي الذي لا ينفك عن التفكير خلال النهار وقبل النوم بالتفصيل عن نتائج الوعي المستثار أتحدثه في كورس شفاء النفس السبيل إلى السعادة الذي من تأليفي يستثار وعينا عندما لا ننفك عن الإدانة التحليل القلق وعندما لا ينفك العقل عن التحليل التفكير المقارنة التذمر والاستياء يستثار الوعي إذا كنت تعمل سبعة أيام في الأسبوع مثل أنا وإذا كنت تشاهد الأفلام وتتواصل قبل النوم خاصة وما بتطلع من الإنترنت وتدمن عليه قبل النوم خاصة ويستثار وعي ولدك إن كان يلعب بالبلاي ستيشن طوال الوقت وما بيطلع من الإنترنت والتليفون ما بيتركه من إيده وقبل النوم خاصة في هذه الحالات لا مفر أن يقع وعيك في حالة استثارة فترى أحلاما مزعجة وتنكمش عضلات جسمك خلال النوم بالنتيجة لا تسترخي خلال النوم بسبب انتماش العضلات والوعي الذي يبقى ناشطا خلال النوم بدل أن يسترخي للاسترخاء قبل النوم جربوا ممارسة التأمل الذي من تأليفي للاسترخاء قبل النوم الذي على قناتي رابط التأمل في الوصف كذلك مع كرس شفاء النفس السبيل إلى السعادة تحصلون على هدية تطبيق تأمل مدته أكثر من نصف ساعة لفك التعلقات تطهير النفس وتخفيف الألم النفسي أنصحكم بالمشاهدة فيديو كيف تبلغ السمو الروحي وتعيد برمجة العقل الباطن والفيديوهات السابقة الأخرى قريبا سأسجل فيديو عن رأيي الشخص عن الحياة بعد الموت استنادا إلى تجربتي وفيديو بعنوان أغيرت رؤية الوجودية وأسعى لتطبيق إرشادات لازريف لكن شيئا لم يتغير في حياتي ما السبب؟ أذكركم بتوفر كتب سيركيني كلايفيتش لازريف بترجمة إلى دار قرأني للحصول على الكتب تواصلوا مع الدار عبر موقعها www.dot.com كذلك يوجد كتاب لازريف حتى الآن دواء لكل داء تسجيل صوتي أيضا للحصول عليه تواصلوا مع دار قرأني شكرا على متابعتكم لا تنسوا الإعجاب إن أعجبكم الفيديو انضموا إلى القناة راكم في الحلقة القادمة